السلام عليكم ومرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد فيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم الطريقة ديالي كيفاش كان نرقة الحامض بما ان الحامض موجود سبارك الله ده بوقت الحامض ووقت الليمون فانا كان نرقة واحد الكيمية اللي كتسدي لي العام عندي هنايا تقريبا جو كيلو ديال الحامض وعندي الملح وواحد القرعان فاش غدي ندير الحامض اه كان نبدأ اول شيء كان ناخد الحامضة بعد ما قسلتوا بطبيعة الحال ونشفتو كان ناخد الحامض كان قسمو على ربعة بها الطريقة اللي غدي تشوفو دابا وما كان قطعش للتحت يعني كان نخلي واحد شوية ما كان حلش الحامضة كاملة يبقى واحد شوية بقى الحامضة مشدودة ليه من التحت وغادي نعمرها بالملح تقريبا عندي لوحد جو معالق صغر ديال الملح في كل حامضة يعني في كل جهة غدي ندير معالقه بها الطريقة كيف قلت لكم انا هاد الكمية دي الحامض فهي كتبت لي العام كامل وكيجي الحامض بنين بحالة كيتعسل في هديك الملح من بعد ميك اطلق الماديا لكي يولي بحال العسل كيجي في الطواجن خاطير جدا وكي طيب تقريبا آآ كيوجد آآ واحد المدة ديال ما بين عشرين يوم سالشهر كيصبح واجد بكم دا نخدم به ما كياخدش مدة كتيرة هنا كنحاول انني نعمر القرعم زيان وما نخليش فراغات ما بين آآ الحامض آآ غادي نكمل هاد الكمية كاملة اللي عندي بها الطريقة آآ اشتركوا في القناة 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 ما تنزو لي الجام إلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله